السلام عليكم و مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد الذي أريد أن نهضر معكم فيه بخصوص عتبة الانتقاء الذي كانت في كلية الطب والصيدلة العام نفاته و سيخ تشوف هذا الفيديو سنهضر على كازا يولا من وراها الرباط و أخيرا فاس نتمنى أنكم تشتركوا الفيديو مع أصدقائكم و تشتركوا في القناة و إذا كان لديكم أي سؤال دعونا في كومنتر و سنجاوبوا على جميع الأسئلة و بالنسبة للطلابة الذين مهتمون بالعرض للفارماسي سأتصالي قديمة إيضاً جد forward و إذا كان لديكم فقط أن تصل معنا على على الوات ساب و كي تستفدون في اليوم كيفية تستفدون من ما به كيفية الباديات الواتساب سوف أتعلقكم في السابق و تستفدون في سابق و سيكون في نفس الوقت و في الوقت ستستفدون منه جدًا 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 و كيف حدث لكم؟ كيف تستفدوا فقط لديكم أصدقائنا على الوات ساب في الرقم و سأشرح بكم أكثر بخصوص هذا العرض و أبدأ على بركة الله في دينا البطاريه الذي يجب أن يفعله بالكلام كانه شرط مختلفة مثلا في كازا لم يكن هم طالبين السعلي في الرباط كانوا طالبين السعلي وكالدائهم في فاس كانوا طالبين الكنديسعلي أشرح لكم أكثر وأكثر سأتفهمني يمكنك التطوير للجيش وستوى 16 وستوى 16 لماذا ؟ لأن كازا لم يكن طالبين بفكرة شرط معينة لا يكون لديك الباق قديم كثيراً في 7 سنين لا يكون لديك سميستر يعني السميستر يكون بكمبنسي واضح ولا يكون لديك الدوغة ويأخذها بكثير من 5 سنين انتفقين هذا هو الوضع التي كانوا العام نفات العام نفات الناس بعشرة فاصلة تقبلوا يدوزوا الكونكور في كازا و الناس بحداش ولم يدوزوا الكونكور في كازا لماذا؟ لأن الناس اللي جابوه بحداش كانوا مكمبنسين جزء سميستر او ثلاثة افهمتوا ماذا بيت نقول لكم واخدوا الدوغة بحداش ولم يكن معهم دي سميستر ليراهم مكمبنسين انتبالنا ان الفكرة تكون وضاحة بالنسبة للرباط كانوا طالبين مجوجهم الكونكور وطالبين السيئ 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 في الرباط العام نفات كانت تقربا 13 فاصلة واضح و الكونكور كوروهما كانوا و بالنسبة للفاسرة خلاص ما كيطلبوش بزيادة العدد دي المقاعد ويكونوا فيهم دي كونكوروهما يطالعين بسر هذا الشيء اللي كان فاطلا في فيديو الله يوفقكم الله يسر لكم و نتمنى لكم الخير يا ربي